موضوعنا لليوم بيتناول تأثير اللون الأحمر على حياتنا كثير مننا بيحب اللون الأحمر وكثير مننا بيبقى شوي هيك أنه الآن من قوية أو حدية أو نارية هيدا اللون اللون الأحمر كثير له محبين وكثير له الناس بتحبوا فيعتبر من الألوان النارية ويعتبر كمان من الألوان اللي بتوحي للإسارة وبتوحي للغموض وكمان محبي هيدا اللون بتلاقيهن شديدية التأثر وشديدية الحساسية ومن السهل وقوعهم بالغرام ومن السهل كمان أنه يعانوا من صد الشريك وكمان جفى الشريك ولكن كمان ممكن يتحولوا هدول الأشخاص من أشخاص حساسين وأشخاص رومانسيين إلى أشخاص عدائيين بمجدد ما تعرضوا لخيبة عاطفية أو حتى صد من الشريك لكن لكل محبي اللون الأحمر حاولوا أنكم تكسروا من حدية هيدا اللون ومن نارية هيدا اللون حتى ما يولد عندكم روح العنف والانتقام ولكن من مطرح تاني فينا نقول أنه اللون الأحمر يعتبر من الألوان يلي فينا نستخدمه بعملية الشفاء الشفاء إن كان بطاقة الألوان فهو بيحفز عننا طاقة الإبداع وبيحفز عننا الحركة والحيوية وكمان بيستخدم اللون الأحمر بطريقة علاج الأشخاص يلي بيعانوا من بعض الاكتئاب أو حتى الأشخاص يلي بيعانوا من بعض الأمراض العقلية وأما أفضل الأيام لارتداء اللون الأحمر وأفضل الأوقات لارتداء اللون الأحمر فهو أما بالسهرة وأما عند ولادة الأمر الجديد هذا كان موضوعنا لليوم وإن شاء الله يكون هالموضوع حبيتوك